بعت وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعينا الله أن يكالل مسيرة الرئيس السيسي الوطنية المخلصة بالتوفيق والسدادة كما بعت وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وبعت أيضا برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هذا وبعت توفيق برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة المباركة كما بعت وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان كما بعت توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية كما بعت وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وبعت وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة وبعت توفيق برقية تهنئة لمفتي الجمهورية شوق علام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وبعت وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان شكرا شكرا